اشتركوا في القناة ما بين 2023 و2025 التزام الشركاء بحزمة مالية لجمالية قدرها 8.9 مليار دولار وأفدت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أن حزمة عملية تجديد موارد البالغ قيمتها 8.9 مليار دولار تجتمل على 8.5 مليار دولار من التمويل الأساسي لصدوق التنمية الأفريقي و429 مليون دولار لفائدة نافذة العمل المناخي المنشأ حديثا حققت مجموعة ريسما رقم معاملات بلغ 723 مليون درهم عندما تم شتمر الماضي مقابل 367 مليون درهم عند خلال الفترة نفسها من السنة الماضية وأفدت المجموعة في بلغ أن النشط الفنادق التابع للمجموعة يواصل ارتفاعه خلال الفصل الثالث من سنة 2022 بمعدل ملء يصل لـ 58% ورقم معاملات يعادل 296 مليار درهم مقابل 276 مليار درهم خلال الفصل الثاني من 2022 و164 مليار درهم خلال الفصل الثالث من 2021 في موضوع آخر ارتفعت أسعار النفط يوم أمس بعد أن دخل صقف حددته مجموعة سبع لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ يوم أمس علاوة على حضر الاتحاد الأوروبي لواردات الخام الروسي عن طريق البحر في قضون ذلك اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك وحلفاء من بينهم روسيا فيما يعرف بتجمع أوبيك بلاس الأحد الماضي على التمسك باتفاقهم في أكتوبر على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بدءا من وينبر وفي أخبار الأسهم مشاهدين تراجعت الأسهم الأوروبية يوم أمس بتخطر من أسهم قطاعي البنوك والطاقة إذ أثارت بيانات قوية لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة مخاوفة من أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة هذا وعبط مؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1% مواصلا خسائر للجلسة الثالثة على التوالي وسجل المؤشر سبع أسابيع متتالية من المكاسب وسط أمال في أن تتيح بوادره على تراجع التدخم للمركزي الأمريكي إبطاء وطيرته السريعة لرفع الفائدة نهاية النشر الاقتصادية لهذا اليوم نلتقي بعد قليل في موجز لأهم الأنبع إلى اللقاء